مرحبا بجميع أصدقاء متبع قناة فلاش 90 دقيقة في تحليل وتوقعات مبارية يوم الأربعة اخترت كم العادة 7 مقابلات أول مقابلة مؤجلة للدوري الياباني الجولة التاسعة يوكوها ما يستقبل فارق كاشي وريسول ترتيب الناديان يوكوها ما يحشل الرشبة الرابعة 17 نقطة مناسبة مع فارق كوازاكي بنفس عدد النقاط فارق كاشي وريسول في الرشبة العاشرة 22 نقطة مناسبة مع فارق أفيسبا بنفس عدد النقاط آخر مواجهة جمعة الفارقين انتهت لصالح كاشي وريسول انتصار هدفين مقابل سفر داخل الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي كاشي وريسول حقق شعادوا لانتصارات آخر لقاء شعادوا لخارج ديار أمام كوازاكي هدف مقابل هدف فارق يوكوها ما آخر خمس مقابلات حقق شعادوا لانتصار آخر لقاء الهزيمة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام العيل الإماراتي خمس مقابل هدف واحد خارج الميدان بحكم المقابلة النهائية لفارق يوكوها ما السيئة أمام العيل الإماراتي والهزيمة القاسية معنوية اللاعبين والمدرب ستكون في الحديد أفضل توقع رشح فارق كاشي وريسول استغلال هذه الترفية والانتصار على فارق يوكوها ما خارج الميدان هذا هو أفضل توقع للمواجهة بالنسبة للمقابلة الثانية السوبر الأسباكي ما بين فارق بغتاكور ونصف كاراشي مقابلة ملعوبة في ميدان محايد آخر لقاء جمع النادي أنتها بتعادل سيل بسفر مقابل سفر الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي نصف كاراشي حقق شلت تعادلات انتصارين آخر لقاء تعادل في الدوري داخل ميدان هدف مقابل هدف أمام فارق سمرقند فارق بغتاكور آخر خمس مقابلات حقق تعادلين انتصارين هزيمة آخر لقاء تعادل داخل ميدان هدف مقابل هدف أفضل توقع للمقابلة أرشح فارق نصف كاراشي الانتصار والتتويج بالسوبر الأسباكي على فارق بغتاكور هذا هو أفضل توقع للمقابلة بالنسبة للمقابلة تشالجة الدوري النرويجي مقدم على الجولة التاسع عشر بودوغيلم تسع بالفريق سانديرف جورد ترتيب الناديان بودوغيلم في الصدارة 23 نقطة سانديرف جورد في الرشبة 15 سبع نقاط مناصفة مع متديل ترتيب ترومسو بنفس عدد النقاط آخر مواجهة جمعة الناديانتات لصالح بودوغيلم للانتصار أربعة مقابلة تلاشة داخل الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي سانديرف جورد حقق تلاشة هزائم انتصارين آخر لقاء لازمة خارج الديار أمام موغو ساند هدفي المقابلة هدف واحد فارق سترومس جودز آخر خمس مقابلات عفوا فارق بودوغيلم آخر خمس مقابلات حقق تعادل هزيمة تلاشة انتصارات آخر لقاء تعادل داخل الديار أمام كيف يموصلوا هدفين مقابل هدفين أفضل توقع للمقابلة أرشح فارق بودوغيلم الانتصار في الخمسة وأربعون دقيقة الأولى أدو أفضل توقع للمواجهة بالنسبة للمقابلة الرابعة الدوري السويدي مصبق على الجولة السابع عشر مجالبي الصقب الغريق هاكن خرتيب النادية متقارب مجالبي في الرتبة الخامسة السبعة عشر نقطة نفس عدد النقاط لدى فارق هاكن في الرتبة السادسة آخر مواجهة جمعة النادية نتاج لصالح مجالبي الانتصار هدف مقابل سفر خارج الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي هاكن حقق هزيمة تلاشة انتصارات آخر اللقاء لازم خارج الميدان أمام جيس ثلاثة مقابل سفر فارق جالبي آخر خمس مقابلات حقق هزيمة تلاشة انتصارين تعادل آخر اللقاء إنهازم داخل الميدان أمام جيور غاردن ثلاثة مقابل هدف واحد أفضل توقع للمقابلة عدد الأهداف ما بين هدفين و تلاشة أهداف هذا هو أفضل توقع للمقابلة بالنسبة للمقابلة الخامسة الدوري الإماراتي مؤجل العين أمام الوصل ترتيب النادية للعين في الرشبة التالية اثنان واربعون نقطة مناصفة مع فارق الواحدة بنفس عادة النقاط الوصل في الصدارة واحد وستون نقطة آخر مواجهة جمعة الفارقان تات لصالح الوصل الانتصار بتولاجية مقابلة هدف واحد داخل الميدان الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي الوصل حقق أربع انتصارات هزيمة آخر لقاء الانتصار أمام شباب أهلي دوبي داخل الميدان تلاشة مقابل سفر فارق العين آخر خمس مقابلات تلاشة انتصارات هزيمة آخر لقاء الانتصار في نهاية دوري أبطان آسيا أمام يوكوهاما بخمس مقابل هدف واحد والتتويج باللقب كلا الفارقين لديهم معنويات مرتفعة العين تتويج بكأس أبطال آسيا الوصل بطل الكأس والدوري أفضل توقع للمقابلة أرشح بأن اللقاء سيشهد تسجيل تلاشة اهداف أو أكثر هذا هو أفضل توقع للمواجهة بالنسبة للمقابلة السادسة نهاية كأس المؤتمر الأوروبي أولمبياكوس اليوناني الصعب الفارق فيورونتينا المقابلة ملعوبة بليونان بملعب آيك أشينا ولمواجهة سابقة ما بين ناديان الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي فارق فيورونتينا حقق انتصارين تعادلين هزيمة آخر لقاء الانتصار في الدوري أمام كاغلياري خارج الميدان ثلاثة مقابلة هدفين فارق أولمبياكوس آخر خمس مقابلات حقق تعادل هزيمة ثلاثة انتصارات آخر لقاء تعادل في الدرب أمام بانيشانايكوس في الدوري هدفين مقابلة هدفين خارج الميدان أفضل توقع للمقابلة أرشح بأن كلا الفارقان سيفسجلان غول غول هذا هو أفضل توقع لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالنسبة للمقابلة السابعة والأخيرة الدوري الأمريكي الإيميليس إنتر ميامي يسق بالفارق أطالانتا يونيتيد ترتيب النادي الإنتر ميامي في الصدارة 34 نقطة أطالانتا يحسر رشبة الثاني عشر 13 نقطة منصفة مع فارق مونتريال بنفس عدد النقاط آخر مواجهة جامعة النادي انتاعت لصالح أطالانتا الانتصار خمسية مقابلة هدفين تحقق 3 جازة انتعادل انتصار آخر لقاء لازمة داخل الميدان أمام لوس أنجلس اف سي عدف مقابل سفر فارق انتر ميامي آخر خمسة مقابلات تحقق 4 انتصار التعادل آخر لقاء الانتصار أمام فانكوفر هدفين مقابلات في واحد خارج ديار أفضل توقع للمقابلة ورشح انتر ميامي الانتصار وتحقق 3 نقاط داخل الميدان أدو أفضل توقع للمواجهة عدال أصدقاء متوقعات وتحليلي لسبع مباريات يوم الأربعاء حد ممفق للجميع في الأخير